بنحب بحضراتكم مرة تانية الخبر السعيد لجمهور الاهلي والقول الفصل في عمر كمال عبد الواحد يمكن الاسبوع اللي فاتح نقولنا لحضراتكم ان عمر كمال عبد الواحد اقرب جدا للنادي الاهلي منه الى اي نادي اخر وشرحنا لحضراتكم الموقف بالتفصيل اللي يعني الدقيق فيما يخص الاهلي وموقف الاهلي موقف الزمالك موقف برامدز وموقف مودرن فيوتشر دلوقتي اقدر اقول لحضراتكم ان الرطوش الاخيرة النهائية بيتم وضعها على صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد نجم مودرن فيوتشر ومنتخب مصر من مودرن فيوتشر الى النادي الاهلي الصفقة هتضم انتقال ثلاثة لعبين من الاهلي الى مودرن فيوتشر اتنين حتى الان تم الاستقرار عليهم وهم احمد خالد كباكا ومحمد عبد الله ناشئي النادي الاهلي موريد 2005 اتنين من اللعيبة المميزين جدا واللي الكل منتظر لهم مستقبل باهر ولو تتذكروا حضراتكم الكابتن علاء ميهوب لما دخل معنا في مكالمة وسألته على الوجوه الخاصة بالنادي الاهلي وجوه الاهلوية فيما يخص الناشئين المميزين اللي ممكن الجمهور يشوفهم الفترة اللي جاية قال لي بالاسم فيه لعيب اسمه احمد خالد كباكا واحد من اللعيبة اللي انا بقول للناس كلها استنوهم الفترة اللي جاية هكون واحد من احسن لعيبة اللي في مصر فمن الواضح ان اختيار احمد خالد كباكا تحديدا هو اختيار بعين الكابتن علاء ميهوب مدير الكرة في مدرني فوتشر واللي دائما بنشوفه مميز جدا وعنيه مميزة جدا في انتقاء واختيار المواهب في مراحل سنية صغيرة طب مين اللعب التالت اللعب التالت صلاح محسن طب لو صلاح محسن زمزق ومش عايز يروح هيبقى فيه ثنائي بديل لصلاح محسن كريم ندفد او احمد عبدالقادر فحتى الان الصفقة فيه امطارها الاخيرة بانتقال ثلاثي من الاهلي احمد خالد كباكا محمد عبدالله اللي هم الاتنين الناشئين موديد 2005 زائد يا صلاح محسن كريم ندفد احمد عبدالقادر التالت لعيبة دول زائد مقابل مادي ضئيل او مش كبير قوي هياخدوا مدرني فوتشر وخلال ايام قليلة قادمة وربما ساعات سيتم الاعلان النهائي والرسمي عن انتقال عمر كمال عبدالواحد الى النادي الاهلي